فراث محمد ما هو الجديد لديك حتى هذه اللحظة نعم دقائق ويعود أعظم مجلس النواب إلى القاعة الكبرى لاستئناف الجول الثاني من التصويت دعيني أستغل الوقت ولضيق الوقت أيضا وعودة سيد الناب إلى القاعة نستثمر وجوده هنا في المركز الصحفي حياك الله سيد معين الكاظمي تحية طيبة لكم في قناة التغيير في تغطية المباشرة نتحدث عن جلسة اليوم جنسة ماراثونية عند ذات نفس طويل انتهى المجلس من جولة أولى نتحدث عنها وعن ما جرى داخل الجلسة طبعا الجولة الأولى حضرها 314 نائب وهذا يعتبر رقم كبير لا سابق له والأصوات والنتائج كانت مفاجئة والاقتراع سري كما تعلم من خلال النتائج يظهر بأن هناك حرية إلى حد ما لأعضاء مجلس مواب باختيار ما يرونه مناسبا فكانت النتيجة بهذه الطريقة أن حصل السيد محمود المشهداني على 48 صوت بالرغم من كنا نعول أنه من يفوز وكذلك السيد سالم العيساوي حصل على 98-97 صوت وكان من المرشحين الأقوياء بأنه معول أنه سيفوز ولكن المفاجئة أن شعلان الكريم حصل على 152 صوت وأتوقع بالجولة الثانية إذا عقدت خلال الساعة القادمة ستكون النتائج هي واضحة بين سالم العيساوي وشعلان الكريم بالدرجة الأولى وسيحسب الموضوع مساء هذا اليوم إن شاء الله لماذا تجاوز وقت الاستراحة النصف ساعة؟ لماذا لم يعود إعضاء المجلس إلى استيناف الجلسة إلى غاية الآن؟ أعتقد أن هناك بعض المشاورات تجري حاليا بخصوص اختيار رئيس لمجلس النواب ولكن حسب القانون لا بد من عقد الجولة الثانية واختيار المرشح لمجلس النواب ولا حاجة لهذا التأخير يعني ما يحتاج بعد إلى توافقات وحديث وغيرها إلا إذا كان هناك توافق داخل المكون السني إذا كان لديهم فيما بينهم توافق على انسحاب مثلا سالم عيساوي أو انسحاب سيد شعلان الكريم وهذا لا أتوقع هل من الممكن أن تمتد هذه الجلسة إلى جولة ثالثة ورابعة إن لم تكن هناك حسم أو لم يكن هناك اتفاق في الساعات القادمة؟ لا في الجولة القادمة لا نحتاج إلى أغلبية مطلقة من 328 إلى 329 مقعد في مجلس النواب يعني ما نحتاج إلى 165 وإنما اللي يحصل على الأصوات لأنها توقع في الجولة الثانية سوف لا أحضر 314 واحد ففي الجولة الثانية من يحصل على الأصوات هو سيسمى رئيسا لمجلس النواب ولا دعي للثالثة والرابعة هل تعلمون من هو من أهل أذا كانت كتلة معينة ستنسحب من النواب سينسحب أم هو مجرد؟ لا مجرد مجرد أن البعض قد يكون له قناعات أخرى ولكن بشكل عام فمن انتخب سيد شعلان سينتخبه مرة أخرى هيا كلها سيد معيني الكاظمي يعني كما استمعتم إلى الإفادة والإحاطة التي أفادها لنا سيد معيني الكاظمي بأن مجلس النواب الآن داخل الكتر السياسي داخلها بتشاورات والوصول إلى اتفاقات محددة بغية اختيار أو تسمية رئيس مجلس جريد بعد الدخول في جولة ثانية الاتفاق مهم للوصول إلى اسم محدد لتسنمه هذا المنصب خصوصا أن كما شاهدتم جميعا الجولة الأولى كانت بأرقام قريبة نوعا ما بين سيد شعلان الكريم وسالم العيساوي 152 مقابل 97 صوت ولربما ستكون الجولة القادمة هي جولة الحاسمة لكن إلى الآن لم يدخل النواب إلى القاعة ولم يستأنف أو لم تستأنف الجلسة بسبب الاتفاقات السياسية التي تجري الآن كما تحدث سيد معيني الكاظمي نعم إذن كما قلت محمد فراس يستبعد أن أبو عيني الكاظمي أن تكون هناك جولات بعد الجولة الثانية وستحصن ربما هذه المسألة خلال الساعات المقبلة الجولة الثانية لحسب منصب رئيس البرلمان ستنطلق بعد لحظات وربما بعدها ستكون النتيجة محسومة شعلان الكريم يتصدر سباق رئاسة البرلمان حتى هذه اللحظة ب152 صوتا وسالم العيساوي ب97 صوتا طلال الزبع صوت واحد والنائب عمار أو عامر عبد الجبار ب6 أصوات ومحمود المشهداني ب48 صوتا بعد لحظات سيعاد الجولة الثانية لحسم هذه المسألة كيف هي الأجواء لديك قبل الدخول بالجولة الثانية؟ نعم أجواء إيجابية لم تكن هناك مشاهدات داخل الجلسة جرت من سيابية كما تحدث النائب معين الكاظمي أن هناك نوع من الحرية في اختيار النائب للمرشح الذي يراه مناسبا وما أفرز ذلك النتائج التي حدثت كان من المؤمل أو من المتوقع لدى الإطار التنسيقي أن يكون محمود المشهداني هو الفائز لكن النتائج كانت مغيرة للتوقعات رجح البعض أن يكون سالم العيساوي من يكترسح الأصوات في بدء الجلسة في الجولة الأولى لكن تغيرت المعطيات وكانت النتائج تختلف وهي باتجاه السيد شعلان الكريم هذه النتائج ما هي إلا نتيجة الحرية التي تمتع بها عضو مجلس النوء في اختيار المرشح كما تحدث معين الكاظمي اشتركوا في القناة